سابع عشر استشارتهم وتعويدهم على القيام ببعض المسئوليات وتدريبهم على اتخاذ القرار الله تعالى قال في القرآن وامرهم سورة بينهم يعني اثنى على الصحابة الكرام ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم والله تعالى قال وشاورهم في الامر وفي غزوة بدر قال الصحابة الله عليه الصلاة والسلام هل هذا منزل انزلك الله اياه اما هو الحرب والمشورة قال بل هو الحرب قال اذا هذا الموقع لا يصلح يا رسول الله الموقع الذي يصلح كذا وكذا حتى نستفيد من الماء وهم لا يستفيدون منه من ماء بدر الشاهد يعني وامرهم شورة بينهم الشاهد وشاورهم في الامر الشاهد ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عالما اختصر ثم انني اذا شاورت ولدي يشعر انه كبير وان عقله كبير وان صدره واسع فتنزرع فيه الرجولة والمسئولية ثم اكلفه ببعض الامور اذهب الى فرح ابن عمك مثلا الذي خلها من المنكرات وبارك لهم وقل لهم النابي سيأتيكم بعد وقت اينا اذهب عز خالك في ولدي الذي مات واخبرهم انني سألحقك ان شاء الله الى غير ذا اشتري كذا للبيت غداء البيت اليوم او كذا تعويده المسئولية سلمك الله نعم سامن عشر فهم طبائعهم ومعاملاتهم حتى يعني تعاملهم بمختبى ذلك في واحد لا بد ان تعامله بلين في واحد لا بد ان تخلط مع اللين شدة اينا في واحد يحتاج الى نظرة فيفهمك واخر يحتاج الى كلمات وليست كلمة فكل له طبعة تاسع عشر تقدير مراحل العمر التي يمرون بها في مرحلة اسمها مرحلة المهد مساءة نيت ولد لسنتين في مرحلة اللي هي الطفولة المبكرة من ثلاث سنوات الى ستة في الطفولة المتأخرة من ستة الى اتناشر في مرحلة المراهقة بلوغ في مرحلة يعني العقل والاتزان في مرحلة الشيخوخة فطواعى هذه المراحل كل مرحلة لها معاملة معينة بارك الله فيك نعم ثم ماذا العشرون القلوس معهم والعدل بينهم واجباء عواطفهم اجلس معهم يعني اكلمهم يكلموني اناقشهم يناقشوني ادخل عليهم الصرور يدخلون علي الصرور فتحدث المودة المحبة الالفة الرباط الى غير ذلك مثلا اقول لاولادي مثلا صحابي مثلا نقب بالصديق صحابي افضل رجل في الامة كلها بعد رسول الله من هذا الصحابي اناقشهم اكلمهم من اقرأوا الصحابة في كتاب الله من اعلمهم بالفرائض من اعلمهم بالحلال والحرام من هو النبي الذي رزق بابن على كبر هل عدد الرسول صلى الله عليه وسلم على زوجتي خديقة من تخويل وكم عاش معها اخذ وحطاء طب انت في نجحت السنان كنت قصرت في ايه طب ايه سبب القصور طب كيف نعالج هذا الامر الى غير ذلك من هذه الاشياء طيب انت تحب تسمع من في القراء القراء القرآن تحب تسمع من العلماء طب بتحب بتحبوا ليه طب ده بتحب اجتماعوا ليه قطائل غير ذلك من هذه الاشياء يعني نأخذ بايديه طيب الحادي والعشرون النفق عليهم بالمعروف فلينفق ذو سعة من ساعته الثاني والعشرون الاصغاء اليهم اذا تحدث اصبر على الاولاد واسمع لأعرائهم قد يكون رأيه اسد من رأيه فاخذ به واشكره الثالث والعشرون تفقد احوالهم يعني تفقد صحته حفاظه على صلاة الفجر صيامه للايام القمرية صحبته هل هي صالحة ام طالحة الى غير ذلك الرابع والعشرون اكرام الصحبة الصالحة للولد يعني لو له صحبة صالحة حينما يأتون البيت اهش وابش في وجوههم ووحسن استقبالهم واكرمهم من قدر استطاعتي وبحذرهم من رفقة السوء خامس والعشرون البعد عن عن تضخيم الاخطاء يعني لا اضخم اخطائهم كله لا هذا الخطاء وخير الخطاء ان التوابون وانصح واوجه ولا اضخم الخطاء ولا اخره على الخطاء السالسة والعشرون اعطاءهم فرصة للتصحيح اذا اخطأوا والذين اذا فعلوا فاحشة وظلموا انفسهم انذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولو من صبروا على انفعلهم يعلموا السامع والعشرون التربية بالعقوبة بالضربة او غيره اذا استدعى المقام ذلك لكن يكون ضرب غير مبرح والاستغفر طيب السامن والعشرون العناية باختيار المدارس المناسبة لهم ومتابعتهم في مدارسهم ان البيت بيبني واحيانا بعض المدارس تهدم فنحن نريد ان البيت يبني والمدارس تتم البناء وترفعهم التاسع والعشرون تكوين مكتبة منزلية مناسبة لهم واقامة حلقات تلائمهم اي نعم يعني كتاب في السيرة نور اليقين في سير سيد المرسلين كتاب في العقيدة خطر زي الشيخ محمد بن جميل زينو رحمة الله تعالى عليه الاصول الثلاثة لابن عبدالوهاب اي نعم التفسير المنصر خطر كتاب كتاب تراجم للصحابة للشيخ محمود المصري مثلا خطر كيف ايوه كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز لشيخنا الدكتورة العظيم نبدوي اي نعم كتب مبسطة وسهلة ويسيرة يستفيدون منها كذلك الثلاثون العناية بتعليم البنات ومنعهن من الخروج وحدهن بدون محرب لازم البن تخرج بالحجابي الشرعي وتخرج بمحرم اذا كان هناك سفر الحادي والثلاثون منع البنات من التشبه بالرجال ومنع البنين من التشبه بالنساء ومنع الجميع من التشبه بالكفار ما يلبس سلسلة في الابت وحظاظ في ايده وبنطل ومقطع ويسحب الكلب لا نريد هذا لا نريد ترتيب الكفار نريد ترتيب الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه الثاني والثلاثون الحرص على تزويق البنات اذا تقدم لهن من يرضى دينه وخلقه والحرص على تزويق البنين اذا بلغوا الرشد عند المقدرة والحاجة الثالث والثلاثون الحظر من اليأس من صلاح الاولاد والبعد عن استعجال النتائج في ذلك الرابع والثلاثون اعانة الاولاد على البر وتشجيعهم عليه وحفظ الجميل لهم يعني اثني عليهم حينما يبروني ويفعلون خيرا واشكرهم